السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع حنبدأ الفيديو بالموضوع الأكثر أهمية بألمانيا وهو التغيير المفاجئ بسياسات اللجوء الألمانية لأبناء الجالية السورية والتوقف عن منح إقامات اللجوء للسوريين بشكل مباشر الكلام اللي حنقوله مهم للموجودين بألمانيا وحتى الموجودين خارج ألمانيا ويفكرون بالقدوم إلى ألمانيا حتى منعيد الكلام اللي قلنا بفيديو يوم أمس فباختصار المحكمة الإدارية العليا بمونستا لأول مرة بألمانيا ترفض لجوء أحد السوريين الموجودين بألمانيا وما يهمنا هو حجة المحكمة الحجة هي أن سوريا حسب بأن المحكمة لم تعد بلد به حرب أهلية تشكل خطر على عامة السكان هذه الحجة هي أساس قبول لجوء السوريين بألمانيا القرار تاريخي وبنقطة تحول كبيرة تجاه السوريين وسبب ردود فعل كبيرة نسلط الضوء عليها بهذا الفيديو فقرار المحكمة العليا بشمال الراين بمونستا مهم لأنه ممكن يتحول من الأساس القانوني إلى تطبيق يطبق على كل السوريين القادمين الجدد والمعطيات المتاحة للمحكمة لكي يتحول القرار إلى أساس بدوائر لجوء منها ما قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان يعني ما عملت المحكمة لا قارد فعل وجاء التعليق من وزراء داخلية بولايات ألمانية ومن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان من حزب الـ FDP قبل أن نخذ بالتفاصيل اشترك الآن بالقناة وفعل جرس التنبيهات حتى كل شيء يصلك أول بأول وشكرا لمنت سيضغط على زر الإعجاب قال أن القرار منطقي ويتعين علينا دائما أن نلقي نظرة فاحصة على من يمكن ترحيله إلى أي جزء من سوريا وزير العدل قال أنه لم يعد بإمكان أي أحد الآن أن يقول أن الوضع الأمني بسوريا يشبه ما كان عليه قبل سنوات وأن المحكمة تبين لنا أن الوضع العام بسوريا تحسن وهناك أماكن ساخنة ولكن هناك أماكن أخرى آمنة بسوريا هذا يعني أن من أصلا من مدينة ساخنة وبها أحداث أمنية وأضطرابات بالإمكان ترحيله إلى مدينة أخرى داخل سوريا هذا ما يبينه لنا وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أيضا هناك رد فعل من وزير الداخلية بولاية بافاري اللي هو يواخيم هيرمان نقلت عنه صحيفة فلت الألمانية وهو قال أن القرار مهم جدا ومن المهم لنا الآن أن نعمل تقييم كامل للأوضاع بسوريا وقالها بالحرف لا يتعلق الأمر بترحيل فقط المجرمين لأن يوصل عدد كبير وهائل من طالبين لجوء يعني يواصلون القدوم إلى ألمانيا بكل شهر ولا يوجد هناك بسوريا مبرر لقدومهم هذا ما قال يواخيم هيرمان وزير داخلية ولاية بافاريا قال لا يوجد هناك حروب أهلية هذا حسب يواخيم هيرمان وهو قال أيضا أن نظام الأسد أصبح راسخ هناك واستقرت الأوضاع والوضع عمليا تحسن ولا يوجد داعي لخوف جماعي من قبل الناس على حياتهم وبالتالي لا يوجد سبب منطقي لا يوجد سبب منطقي لمنح السوريين الحماية بألباني بشكل مباشر أو بشكل آلي يعني لا يوجد مبرر لمنح حق اللجوء أو الحماية الفرعية طبعا أصدقائي لنصلط الضوء على شيء حصل بوقت سابق أن ركزت عليها بالقناة بشهري مايو أيار وشهر يونيو أو يونيو حزيران شهر خمسة وشهر ستة من هذا العام كان هناك اجتماع لوزراء داخلية الولايات الألمانية الستة عشر كل ولاية بها وزير داخلية اجتمعوا مع نانسي فيزر اللي هي الوزيرة الاتحادية وأيضا اجتمعوا مع المستشار أولاف شولتس بذاك الاجتماع أنا نقلت لكم ما جاء به وقمت بتحليل الأمور بوقتها قلت لكم أن الأمور تتغير وألمانيا تتغير بشكل كبير وهذا التغيير رح يفتح الباب أمام كل الاحتمالات أنا ذاك أجمع وزراء الداخلية على ضرورة أن تقوم ألمانيا بترحيل المجرمين اللاجئين من دولة سوريا ومن دولة أفغانستان على أن يتم ترحيلهم من ألمانيا إلى بلدانهم الأم ووقتها أولاف شولتس قال أنا لا مانع لدي أنا مع هذا الأمر قلت بوقتها أنه إمكانية ترحيل المجرمين يعني بعض المجرمين الموجودين مثلا من لاجئين سوريا وأفغانستان هي عبارة عن باب إن تم فتحها فقد يكون كل شيء وارد الفكرة هي أصدقائي إن ما يحصل الآن هو فتح الباب أمام موضوع الترحيل ولو كان الباب مفتوح أمام فئات معينة مثل مرتكبي جرائم ولكن لما يتم الأمر تكون الاحتمالات الأخرى كلها مطروحة مستقبلا بالنسبة لمنظمة برو أزول المدافعة عن حقوق اللاجئين بألمانيا المتحدث باسم المنظمة أو المتحدث اللي هي يوديث ذيبكي قالت أن المحكمة الإدارية العليا بمونستا تتجاهل الوضع الخطير بسوريا وهناك لا يزال حالة صراع كبيرة ولا يوجد مأمن من التعذيب أو الاعتقالات أو الملاحقات السياسية طبعا بعض وسائل الإعلام هذا اليوم نشرت معلومات عن ابناء جالية سورية المقيمين بألمانيا وتنص المعلومات على أن عدد السوريين الذين لديهم إقامات مؤقتة أي إقامات تحت الإقامة الدائمية العدد هو 669 ألف شخص من بينهم 278 ألف شخص لديه الفلوشلينج شتاتوس أي حق اللجوء و 240 شخص لديه حماية فرعية اللي هي زوبز ديار شوتس وحسب ما قرأت من ملاحظات ومن أمور تركز عليه وسائل الإعلام وهو ما يتعلق بوضع هذه الفئات من القرارات الجديدة حتى الآن نرجو الانتباهي لهذه الفقرة لا يوجد اتخاذ لأي إجراء يتعلق بمن حصل على هذه الإقامات الكلام عن من سيحصل عليها بالمستقبل ولكن بعض خبراء اللجوء ومحامين اللجوء يقولون أن الوضع الآن بألمانيا والتشكيك بقرارات منح الإقامات وتجديدها للسوريين فمثلا محامي اللجوء من مدينة لايبزيك صرح لوكالة ميديان دينست الإخبارية وقال أن حكم محكمة مونستا مثير للإشكالية فهو يفتح الباب للتشكيك بقرارات اللجوء الآن أصدقائي لو ألقينا نظرة شاملة على نوع الإقامات المؤقتة اللي هي حق اللجوء والحماية الفرعية فبالنسبة لمن لديه هذه الإقامات مثلا الحماية الفرعية بألمانيا قبل موجة اللاجئين اللي صارت بـ 2014 و2015 كان هناك موجة قبلها بسبب الحروب اللي حصلت بالتسعينات بدول البلقان فحرب الاستقلال الكرواتية وحرب البوسنة والهرسك عملت موجة نزوح لألمانيا وأيضا حرب كوسوفو بسببها نزح عدد كبير من الألبان من كوسوفو وحربا من القوات الصربية بعد ما انتهت الحرب هناك سلطات اللجوء الألمانية عملت شيء وهو أنها بطلت تمنح إقامات لجوء وحماية للاجئين من تلك الدول وبطلت حتى تمدد إقاماتهم أي إقامة بها تمديد هي قابلة لأني تم إلغاءها وحصلت حالات إعادة تقييم الأوضاع هناك وبدأت يعني بدأ يتم ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم اللي انتهت بها الحروب هذا لا يعني أن ألمانيا الآن ستفعل هذا الأمر ولكن حسب المعطيات وحسب ما حصل بالأشهر القادمة أو بالأشهر الماضية من ضغط سياسي كبير ضد اللجوء يمكن فهم أن ألمانيا فتحت الباب الآن أمام الترحيل إلى الدول اللي كانت يعني مستحيل الترحيل اللي هي سوريا وأفغانستان أنت العليك أن تعمل وتستمر بعملك وتجتهد واستمر بدراستك وغير إقاماتك المؤقتة بأسرع وقت ممكن حتى ما تكون بالجانب الحرج حتى تكون بالجانب الآمن إذا عندك إقامة حماية فرعية أو حق اللجوء غيرهم إلى دائمية أو إلى جنسية كي تعيش مرتاح بألمانيا موضوعنا التالي أصدقائي فرنسا تتعرض لهجوم ضخم يشيل حركة البلاد الآن فرنسا تستعد لإفتتاح دورة الألعاب الأولمبية بباريس وهذا الحدث الضخم جدا من المفترض أن يكون حدث سعيد لأي دولة لأنها حتستقبل سياح وحيجلب الأمر أرباح اقتصادية كبيرة ولكن فرنسا ترتجف من تهديدات كثيرة جدا آخره هجوم ضخم دمر حركة القطارات السريعة بفرنسا وحصل بالليلة الماضية ونتيجته شلل لكامل حركة القطارات السريعة بالبلاد وتكدس المسافرين بمحطات القطارات هناك الهجوم اللي نفذته حتى الآن جهات مجهولة الخبر جديد حتى الآن الجهات مجهولة ربما غدا بعد غدا راح يتم كشف الجهات قالت عن هذا الهجوم شركة القطارات الفرنسية أنه أثر على خطوط النقل الأطلسية والشمالية والشرقية وتضمن حرائق متعمدة بهدف الأضرار بخطوط السكك الحديدية السريعة لعرقلة وصول الناس إلى باريس لإفشال أولمبياد باريس تقريبا كل الكابلات المشغلة للقطارات السريعة تضررت بعملية التخريب المنظمة وحوالي مليون مسافر علقوا بمحطات القطار وتم إلغاء رحلات القطارات بالجملة هناك أنباء تم نشرها قبل وقت قريب هو أن بعض المطارات تم إغلاقها لأسباب أمنية متعلقة بوجود تهديدات خطيرة طبعا هناك حضر للطائرات فوق سماء باريس بدائرة نصف قطرة 150 كيلو متر يعني الأمور ملتهبة بفرنسا الأولمبياد بدل أن تكون نعمة تحولت إلى نقمة التأهب ونشر الجيش والشرطة بكل مكان خل الكثيرين يشعرون بالهلع والقلق بالعاصمة الفرنسية بعض السياحي اللي زاروا باريس بالأيام الماضية قالوا أن السلطات الفرنسية قامت بإخراج حتى المتسولين والباع المتجولين من باريس حتى تكون المدينة جميلة ويرتاح بها السياح وتمر من متسولين خارج باريس موضوعنا الأخير أصدقائي هناك خوف عالمي من شيء تفعل الصين الآن عدة صحف ألبانية وصحف غربية تتكلم عن شيء غريب ومثير للخوف تقوم بدولة الصين بهدوء وبصمت كبير الصين الآن تقوم بتجميع ضخم وخزن كبير للمواد الأولية والمواد الخام مثل القمح، النفط، الغاز، المعادن الثمينة وتخزينها بكميات هائلة جدا والدول الغربية عندها أقمار صناعية حسب معطيات الأقمار الصناعية فإنه بسنة 2024 تضاعفت أماكن الخزن الصينية لمخازن القمح وأنواع عديدة من الأغذية والمعادن ومصادر الطاقة يخزنون الغاز، يخزنون النفط كأنما هم مقبلين على شيء أو سيحصل شيء خطير بالعالم هناك مخاوف كبيرة من أن الصين تخطط أو تستعد لإندلاء حرب كبيرة سواء بالمحيط الهادي أو بأوروبا وحسب ما تم نشرة فإن الصين زادت من مخزونها النفطي وهي تستورد الآن باليوم الواحد حوالي 12 مليون برميل وصار عندها نفط مخزن يقدر بحوالي ملياري برميل طبعا قامت بهذا العام بزيادة استيرادة حتى للغاز الطبيعي والآن الصين تخزن ما يعادل 15 مليار متر مكعب وتريد أن توصل مخزونها من الغاز إلى 55 مليار متر مكعب بحلول عام 2050 الصين هذا العام تستورد بشراهة كبيرة وتخزن كميات هائلة من النحاس والنيكل وهذه المواد مهمة جدا بالصناعات العسكرية طبعا ليس هذا فقط بل الصين تجمع كميات هائلة من رقائق الكمبيوتر المايكرو تشيب اللي تستخدم بكل الصناعات الإلكترونية والكهربائية والسيارات والطائرات والأدوات الحربية علامات استفهام كبيرة وتحليلات خطيرة عن هدف الصين من هذا الخزن وما يقول المحللين هو أن الحرب بين الصين وتايوان قد تكون وشيكة وقد تكون الصين تستعد لها ولكن هذه لا سمح الله إن اندلعت فحتكون عواقبها أخطر من عواقب حرب أوكرانية على دول الاتحاد الأوروبي لأن سلاسل التوريد من آسية ومصدر الرقائق الإلكترونية الأكبر بالعالم تايوان قد تتعطل بسبب هذه الحرب وقد تتحطم كل الصناعات بألمانيا وبالدول الأوروبية ويتأثر بها العالم أجمع هذا الموضوع صاني للنهاية شكرا اللي حزن استماعكم مع السلامة اشتركوا في القناة